مصر مهتم اجتماع حقيقي بمفاهيم حقوق الإنسان وتحويل هذه المفاهيم إلى واقع على الأرض بيمارس ممارسة مؤسسية وممارسة مجتمعية لأنه الممارسة المؤسسية في مجال حقوق الإنسان لن تنجح إلا بممارسة مجتمعية والعكس بالعكس فبالتالي مصر الرئيس وضع الخطة مع المعنيين بقى في عندنا تقبل كبير جدا لكل الملاحظات بنتقبل ونناقش نناقش ونرد مش ندافع لا احنا بنتناقش مع بعض العالم كله بهذا الشكل العالم بيطلق مبادرات وبيطلق تقارير في بعض التقارير بتبقى فيها أمور مفابركة وأمور موضوعة لأهداف تحقيق أهداف سياسية وفيه ملاحظات بتبقى في نطاقها السليم ومصرها السليم احنا لنا شركاء دوليين وأصدقاء دوليين بنتناقش مع بعض في كل شيء خلال الفترات الماضية خاصة بعد نكسة 2011 كان فيه الكثير من المغالطات اللي بتتم ودولة في حالة عدم استقرار دولة على شافة الانهيار دولة فيه نوع من محاولة التفخيخ من الداخل لكل مؤساتها كان عندنا مشكلة كبيرة جداً هذه المشكلة حفاظ على الدولة بحارب إرهاب بابني عندي حاجات كتير جداً طبعاً الفصيل المناوق للدولة المصرية وأتباعه وزيوله وأذنابه كانوا بيشيعوا دائماً إنه مصر دولة ما فيهاش حقوق إنسان ومصر دولة بتمارس كل المبيقات الخاصة في عقل إنسان سواء اختفاء قصري أو قتل خارج إطار القانون أو تعذيب أو كل ده تقال وإحنا زهقنا منه لكن في كل أحوال بقول إنه كنا يعني أنا ما كان حاجة من حاجات حقوق الإنسان أو تصريح زي بهيد دين حسن ولا جمال عيد ولا مش عارف مين ولا مين بيتكلم فكنت بتكلم لأنه الدولة كانت في حالة حرب والدولة كانت في حالة عادة الاستقرار فإحنا كنا هرتلت هؤلاء في مفردات كانت كلها كذب أو كلها كانت نوع من التلفيخ أو الكلام غير الصحيح لتقارير كنا بنواجهه بقوة هنا في براميجنا لكن أما هو إنه الدولة أصبحت قوية وراسخة ولها هيبة الدولة عادة وسيارة القانون لا في صلاة فيها ولا مزايدة عليها ولا يمكن أن تقبل القسم على يعني اتنين سيارة الدولة والقانون والقضاء وحق الناس وحقوق الإنسان وكل ده مصان بحكم القانون ولي بيغلط بيتحاسب أي حد بيغلط بيتحاسب لما في حد بيغلط في حق من حقوق الإنسان بيتحاسب وفقا للقانون مش للأواء وبالتالي أيضا اللي يغلط ويتهم بالباطل أو بالزور أو التزوير وقائع ملفقة ويبعاتها بره هيتحاسب يعني كلام واضح جدا وإحنا بنقول إحنا في عصر لا يمكن أنك أنت تنجح فيه أنك أنت تخفي شيء لا يمكن حاول ستفشل فإحنا عارفين أنه كل شيء معروف ومؤمنين أنه ما فيش على راسنا بطحة وما بيش حاجة نخاف عليها ولا نخاف منها فمن ثم إحنا فتحين عقولنا وقلوبنا للجميع عايز تنتقد أي شيء في مصر انتقد كما شئت واعترض كما شئت لكن بحقائق صحيحة وبوقائع صحيحة غير مختلقة وغير ملفقة وتكون عندك رأي حتى مناوء معارض برحتك أوله لكن بشرط أن لا تلفق وأن لا تكذب وأن لا تضلل الرأي العام والناس بقول أنه إيماننا ثابت وإيمان الدولة المصرية ثابت في أنه الرأي الآخر لابد أن يسمع والرأي الآخر بيمثل رأي ثاني أو ثالث أو رابع ثراء ده حقيقي يعني ده إيمان رئيس أكتر من مرة يتكلم أنا عايز أسمع الأراء الأخرى وإحنا في الإعلام كذا مرة يسوجه شوفوا الأراء الأخرى اسمعوا الأراء الأخرى إحنا عايزين حتى في المجلس النواب كان بيقول يلا اتكلموا وعملوا طلبات أحاطة وعملوا استجوابات وغيره إحنا دولة قوية راسخة عندها هيبة لا تخشى أحد اتكلموا قولوا ممكن واحد عنده رأي تاني أو رأي مخالف يصوب موقف غلط ممكن رأي واحد عنده رأي تاني أو رأي ثالث أو معارض أو منتقد ينبه وينور أمام منتخذ القرار وأمام الدولة حاجة مش واضحة مش عيب وده قوة إن كان بيعكس شيء يعكس قوة الدولة وهابة الدولة ومهابة الدولة ما في ذلك يا شك